الآن أيضا أتينا حقية لقلبه مفتوح للنداء السودان الذي قام به الشيخ الطيب الشيخ الجد وأنا أفتكر أنه نداء السودان هي ما مسألة مبادرة النداء السودان هو أنه تتنادى الناس بكل مكوناتهم السياسية والمكونات المجتمعية والطرق الصوفية إدارات أهلية شباب لجام مقاومة وغيره كل من المعدي تجلس تستجيب لهذا النداء والجميع يجلس عبر مائدة مستديرة لنخرج إن شاء الله باتفاق يخدم البلاد ويخدم العباد ولكن أنا أعتقد أنه هذا النداء إذا وضعنا المصلح الحزبية الضيقة أو إذا نظرنا أنه كيف نحن نحقق عبر هذا النداء مكاسب سياسية واستوزار أنا أعتقد أنه أي فهم مثل هذا الفهم قد لا يحمل حقيقة مصلح للصول